السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رحب بكم من جديد في حلقة جديدة من برنامج الأياد العليا وفي الموسم الثالث الذي نتكلم فيه عن الأدعية المثلة لأصحاب الأياد العليا طبعا في هذه الحلقة رح نتناول استعادة النبي صلى الله عليه وسلم من الكفر والفقر من الأذكار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصباح والمساء ما ورد عن عبد الرحمن أنه قال لأبيه إني أسمعك تدعو كل غدات اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت ثلاثا حين تصبح وثلاثا حين تمسي وتقول اللهم أني أعوذ بك من الكفر والفقر اللهم أني أعوذ بك من عذاب القبر تعيدها ثلاثا حين تصبح وثلاثا حين تمسي قال نعم يا بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بهن فأنا أحب أن أستنى بسنته صلى الله عليه وسلم طبعا هذا الحديث أخرجه أبو داود في سننه والنساء في الكبرى أيضا وفي عمل اليوم والليلة وأخرجه أحمد في مسنده والبخاري أيضا في كتاب الأدب المفرد الجميل في هذا الحديث الرائع هناك معاني كثيرة كثيرة جدا خلونا نتتبعها في هذه الدقائق المعدودة يعني قول عبد الرحمن حين يسأل أبا يقول سمعتك تدعو كل غدات الغداء طبعا المعروف هي أول اليوم بما يكون بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس تقول عافني في بدني معافات البدن يعني هذا شيء مهم من الإنسان الله يرزق أن يتعافى من الأسقام والعلل والأمراض هذا هدف نبيل يعني يعني من الأشياء الجميلة التي تعين الإنسان حتى على طاعة الله عز وجل لا تلتذب طاعة إذا كنت إنسان مريض ولا تنعم بخشوع أو تقرب إليه وأنت مشغول بألم تعاني منه فالدعاء بالعافية علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نسأل الله سبحانه وتعالى بها ولا يشرع للمسلم أن يدعو على نفسه بالمرض أو البلاء أو نحو ذلك وإن كان في المرض منزلة قد يبلغ الإنسان منزلة لأن المرض كفار للذنوب أو نحو ذلك لكن لا يشرع للإنسان أن يسأل ربه المرض بل يسأل الله سبحانه وتعالى العافية والجميل أنه بعد أن ذكر اللهم عافني ببدني خصة بعد ذلك السمع والبصر قال اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري والبصر والسمع هو جزء من البدن لكن هذا خاص بعد العام بعد أن ذكر العام ذكر بعض أفراد العام ليدلل على أهميته أهمية السمع والبصر الذي خص بالذكر دون سائر البدن لأهمية هذه الحاستان هما من أعظم الحواس أثر وهما من أفضل الأبواب إلى القلب والعقل لأنه من طريقهم تتلقى العلوم والمعارف من النظر والسمع فيحصل به فساد القلب أو صلاحة فهو يعني الإنسان يرى بالبصر آيات المشهودة عظمة المخلوقات وفي السمع يسمع لآيات المتلوة إلى غير ذلك فهي من أعظم المنافع فهي من أعظم المنافع وهذا أمر معلوم ولذلك يرد ذكر هاتين الحاستين كثيرا في الكتاب والسنة منه قوله سبحانه وتعالى في سورة الإسراء ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد وشوف سبحان الله قدم السمع على البصر ثم ذكره بالترتيب السمع والبصر والفؤاد القلب كل أولئك كان عنه مسؤولا لكن الحكمة في تقديم السمع على البصر هو أن يؤخذ منه بأن السمع أشرف وأفضل من البصر وهذا ورد تقريبا في كل حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى دعا النبي صلى الله عليه وسلم في دعاه المشهور مع الله فاللهم متعنا إيش قال بأبصارنا بأسماعنا عفوا قال بأسماعنا وأبصارنا الحديث فذكر السمع والبصر قال واجعلها الوارثة منا بحيث أنها تبقى سالمة صحيحة إلى أن يلقى الإنسان ربه فإذا تعطل سمعه وبصره تعطلت كثير من مصاره العبد كما هو مشاهد يعني إذا تعطل السمع فأتى كثير من العلم والخير الكثير ووقع في كثير من الحرج أما كون السمع قدم على البصر لكونه أنفع وأهم من البصر فالإنسان إذا فقد عينه البصر فإن ذلك ينعكس على القلب فيقوى القلب ويكون ذلك أدعى للضبط والحفو فيكون القلب أوعى للعلم ولما يسمع لأن حقيقة البصر لما أنت تشاهد هذه الصور الكثيرة بكثرة المشاهدات تتخزن عندك كثير من الملفات ثم يعني عقلها والتجميعها وفرزها يحتاج إلى وقت كثير ومنها من يبقى في الذاكرة وقد لا تستفيد منه لكن لما ينحصر فقط بالسمع يصير قوة الإدراك والحفظ والحذق ما لا يكون عند المبصرين فتتوفر فيه هذه القوة ما لا يتوفر عند غيره وإحنا شاهدنا طبعا كثير من الناس اللي فقدوا البصر عندهم قدرة على ضبط العلوم ضبط المهن والمزاولات سرعة في الحفظ ما لا يوجد عنده كثير من المبصرين وشفنا كثير من العلماء قديما وحديثا من الناس الحزاق الأقوياء في الحافظة من من فقدوا البصر لكن تخيل إذا فقد الإنسان السماء يعني تخيله واحد أول من خروجه من الدنيا وهو لا يسمع أكيد ما رح يستطيع الكلام لأن أنت كيف تتكلم تتكلم عن طريق تعلمك عن طريق السمع وهو لا يسمع وأيضا يعني البصر صعب أنك تشاهد كل الأحوال المعاينات كذا وتتعلم كلها بالبصر يعني ما رح تجد إلا الأشياء المتشخصة أمامك فيفوتك كثير من العلم في السمع قد يعوض لكن في البصر تعويضة يكون صعب ولا تسمع الأصوات أو الأشياء البعيدة إلى آخره وهذا يعني من باب الفائدة في هذا الباب لماذا قدم السمع على البصر ثم قال لا إله إلا أنت أقر لله تبارك وتعالى بالتوحيد ومن يستعيذ بالله تبارك وتعالى ويلتج إليه ويقول أنت الإله الواحد المعبود دون سواك ألجأ إليك يعني هذه من التوصل بتوحيد الله عز وجل وهي من أفضل وأجمل الأدعية وأهنا يأتي السؤال اللهم إني أعوذ بك ألجأ إليك بعد أن توصل إليك بتوحيدك أعوذ بك من الكفر والفقر اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبري هذه الأشياء يستعيذ بها بعد أن ذكر التوحيد كأنه يتوسل مثل ما ذكرنا ويجعل بين يدي هذا السؤال هذه الاستعاذة يقدم بين يديها التوحيد استعاذة النبي صلى الله عليه وسلم من الفقر وقرنه بالكفر هل تخلي إنسان بعد عاقل يقول أن الكفر أفضل للإنسان من لا طبعا ولذلك كما يقول الحافظ بن القيم رحمة الله تعالى عليه في كتاب عدة الصابرين يقول بأن الخير نوعان الأول هو خير الآخرة خير الآخرة ويقابل ذلك بالكفر بالاستعاذ من الكفر فإن من كفر كان كافرا فإنه لا خير له في الآخرة ولا حظ له عند الله تبارك وتعالى وأما خير الدنيا فالذي يقابله الفقر يعني إذا تريد الله يعطيك خير الدنيا استعاذ من الفقر الخير هو في المال ويقابله الفقر فاستعاذ من الكفر واستعاذ من الفقر فالفقر سبب لعذاب الدنيا والشقاء فيها والكفر سبب لعذاب الآخرة والشقاء فيها لهذا على المسلم يجب أن يكون من أصحاب الأياد العليا أن لا يكون من الفقراء ما استطاع إلى ذلك سبيلها فإن عجز وكان قد سبق عليه الكتاب والله قدر لأنه يكون من الفقراء فيصبر وإن شاء الله سبحانه وتعالى الله يعوضه في الآخرة لكن الأصل لا يطلب ذلك كما قدمنا في موضوع المرض وسؤال الله سبحانه وتعالى العافية كما أن العافية تطلب ولا يطلب المرض كذلك الغنى يطلب ولا يطلب الفقر ويستعاب منه وقد يقول قائل إنه ذكر هنا عذاب القبر ولم يذكر عذاب النار فيمكن أن يقال والله تعالى أعلم لما كان عذاب القبر هو المقدم بين يدي عذاب النار فأن الإنسان يعرف حاله وهو في قبره يعرف مصيره وما آله فاستعاذ من عذاب القبر الذي هو أول منازل الآخرة فكأنه استعاذ من النار هذا وأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا وإنكم ما فاتنا من تقصير في الأيام الماضية من شهر رمضان وأن ينفعنا وإياكم بما سمعنا ويجعلنا وإياكم هدات مهتدين اللهم ارحم موتانا واشفي مرضانا وعافي مبتلانا واجعل آخرتنا خيرا من دنيانا واكتبنا يا ربي من أصحاب الأياد العليا الذين يسخرون المال لنصرة دينك وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة